اشهد الرئيس التونسي قيس سعيد بالدور التاريخي لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية خصوصا ودولة الكويت عموما في نشر الثقافة والعلم والفكر العربي جاء ذلك في بيانا اصدرته الرئاسة التونسية عقب استقبال الرئيس للشاعر عبدالعزيز البابطين رئيس مجلس امناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية واستعرض الرئيس التونسي مع رئيس مجلس امناء المؤسسة مكونات مشروع المركز العالمي لفنون الخط بتونس وخصائصه الثقافية والمعمرية واعرب عن التطلع الى التعاون مع المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع من جانبه اثنى البابطين على دور الرئيس التونسي في الدفاع عن الثقافة العربية مؤكدا حرص المؤسسة على مواصلة تنفيذ برامج تعاون مع تونس في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم ووجه البابطين دعوة رسمية للرئيس التونسي لحضور المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام الذي ستنظمه مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية العام المقبل في مالطا كما سلم البابطين الرئيس التونسي سعيد الدرع التكريمية للمؤسسة اعترافا بالجهود التي يبذلها لدعم قطاع الثقافة وقالت وزيرة الثقافة التونسية حياة القرمازي ان اختيار بلادها من قبل مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين وتسمية كرسي ابي القاسم الشابي يعد تكريما واعترافا بالقامات الشعرية والادبية التونسية واضافاتهم في مدونة الشعر والثقافة العربية جاء ذلك في كلمة القطها الوزير القرمازي خلال حفل توزيع جوائس كرسي ابي القاسم الشابي للشعر العربي والذي تنظمه مؤسسة عبدالعزيز البابطين في دار الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية برعاية الرئيس التونسي قيس سعيد وحضور عبدالعزيز البابطين ولفيف من الوزراء والسفراء